تعالوا بقى ندخل في موضوعاتنا على طول عشان ما ضايعش وقتكم النهاردة ان شاء الله الساعة 7 مساء عندنا مباراة مهمة جدا في اطار الجولة العشرة من مسابقة الدوري هتكون مع نادي سيراميكا كليوباترا ومعلش يعني استحملوا لي حضراتكم يعني لو لقيتم ان في تكرار في كلامي فدي بتبقى حاجات غصبا عن الواحد ساعات الظروف والأقدار بتبر الواحد مننا انه اللي يعيد فيه يرجع ويزيد فيه نظرا لأهمية المحتوى نظرا لأهمية الموضوع احنا طبعا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عشرات المرات وقلنا ان الفترة اللي جاية دي هتكون فترة مليانة تعالوا نسميها اجتهادات مش هقول لكم فتاوي ولكن هنسميها اجتهادات بشكل كبير جدا دايما فيه اخبار بتخص النادي الاهلي والانتقالات الشتوية مين جاي ومين ماشي الى اخره طبعا من غير المنطقي ان انا اشوف كمية الاخبار السلبية دي اللي مغرأت دنيا على السوشال ميديا وعشان كده انا عندي كلمتين عايز اقولهم لجماهير النادي الاهلي فقط لغير كل لعبتك كل لعيبة فريقك بتتابع السوشال ميديا بطبيعة الحال يعني بتشوف كلامك ده وبتقرأه وبتتعرض له يعني بيوصل لها كل تعليقاتك سواء كانت بالسلب او بالاجاب من زاوية معينة رؤية الامور مش معقول ان انا عشان اكون زعلان شوية من لعب معين او عشمان في ان اللعب ده يبزل مجهود اكبر وبالمناسبة ده حقك كمشجع محدش يقدر ياخد منك الحق ده ولا يسلمه منك باي حال من الاحوال انت راجل مشجع لأكبر نادي في افريقيا ولكن على الصعيد الاخر ده ما يدينيش حق ولا مبرر ان انا اهاجم اللاعب ده وااكد على تعليقات مغراء الدنيا في الصفحات السوشال ميديا ان فلان ماشي او ان ادارة النادي عارضة علان للاعارة او ان المدير الفني مش مقتنع باللاعب الفلاني كل دي امور سلبية جدا وعلى فكرة انا متأكد ان السواد الاعظم من جماهير النادي الاهلي عندها عقلية احترافية يعني وسط لمرحلة من النطج ومن الوعي الكامل تقدر من خلاله تحافظ على مكتسبات الفريق يعني عارفين كويس اوي يفرقوا ما بين النقد البناء اللي ينتج عنه خير وبين النقد الهدام اللي ما بيجيش من وراغر كل شهر يعني كل شهر فان انا انتقد مستوى مباراة ده عادي جدا ان انا اقول ان النهاردة احنا ما كناش موفقين عادي جدا ده مش بس عادي حضرات ده مطلوب ان احنا نقوله لما الامر يستدعي كده لكن النهاردة يعني اقول ان انا كنت اقلم المستويق برضو عادي المفروض ان انا يعني العب على بطولة كبيرة يعني اي نقطة مهمة اي مباراة هي مباراة كاس بالنسبة لنا وجمهوري منتظر مني ان انا افوز باللقب بالبطولة اللي انا بشارك فيها مش مجرد انافس عليها تاني هنرجع ونقول دي طبيعة النادي الاهلي ودي طبيعة جماهير النادي الاهلي بطبيعة الحال لكن يعني مرفوض ان انا اهاجم لعبتي او ان انا ادعى بعض الاخبار الخاطئة غالبا وكلها بتكون خاصة بالرحيل اي لعب وكلام عنه بشكل سلبي يحبط يعني مش عارف في النهاية قرار الرحيل او التعاقد مع اي لعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية اللي ان شاء الله خلاص هتبتدي كلها كم يوم وتبتدي بالفعل هيكون لنا اكيد يعني كلام يخصها في ذلك الوقت ولكن لازم مبدئيا نكون موسقين ومتأكدين ان اي قرارات في هذا الاطار ما بتجيش كده بشكل اجتهادي او اعتباطي او عشوائي كل حاجة بتحصل بناء على دراسة شاملة لكل متطلبات الجهاز الفني لان زي ما قلت لحضراتكم المرحلة اللي جاية عندنا من خلالها تحديات كتيرة جدا عندنا دولي وعندنا كاس وعندنا دولي ابطال وعندنا منافسات كأس العالم للاندية يعني اخر حاجة برضو بخصوص ما بيتردد من من المبارح حول خطاب الفيفا بشأن عقوبة لعبنا محمود عبد المنعم كهرباء اعتقد ان الامر ده برمته مع ادارة النادي الاهلي يعني بدون اجتهادات بقى في القصة عشان يعني ايه ما ناخدش من تركيز اللعيبة بتوعي